بلشت الصيفية وصار تمسيح الأرض بشكل يومي ضروري هل ما مسحها مع السطل فينا نستعملها على البلاط والباركة؟ بتفوت بالأماكن الصعبة تحت التخط والخزانات بتشيل الغبرة وبتمسح وبتنشف بنفس الوقت وبعد كل استعمال من حطها بالسطل من نظفها بأول فتحة ومن نشفها بتاني فتحة فيكن تحصلوا عليها ب245 ألف ليرة وين ما كنتوا بلبنان اتصلوا على 01-44-55-55 لكل الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشف بالعمود الفقاري الظهر أو الرقبة الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلاكس كريم هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر الصبير ومادة الألونطوين ريفلاكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغدروفية وتنشيطة وتجديدة بيخلي الغدروف سميك وخاليه متماسكة لا يقدر يعطينا عطول انزلاء بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع ريفلاكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب118 ألف ليرة تصلوا على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن فريد ديليفرية ما بقى نعطى الهم تقريص الكبة إجا مين يحللنا هالمشكلة وبطريقة كتير سهلة وسريعة هالكبة مايكر استعمالها ولا أسهل ما قلنا إلا نحط اللحم بهالطريقة والحشوة هون ومنسكرة ومنحصل على قراز 7 سنتيمتر هالمكانة متينة ومكفولة وفيكن تحصلوا عليها ب138 ألف ليرة تصلوا على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن فريد ديليفرية